اشتركوا في القناة اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الهموم مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وسكنا للضرورات الشعرية البيت الثاني فإذا هبى نسيم لم تجئ معه السموم هنا الفاء حرف استئناف وإذا الظرفية شرطية غير جازمة مبني على السكون في محل نصف على الظرفية الزمانية هبى فعل ماض مبني على الفتح الظاهر نسيم فاع مرفوع تجئ فعل مضارع مزوم وعلامة جزمه السكون معه جار ومجهور متعلقان بالفعل تجئ السموم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة البيت الثالث ليس حزن النفسي إلا ظل وهم لا يدوم ليس فعل ماض ناقص وحزن اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة النفسي هنا مضاف إليه مجهور إلا أداة حصر ظل خبر ليس منصوب وهم مضاف إليه مجهور وعلامة جره الكسرة لا هنا نافية لا عملا لها ويدوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وسقنا للضرورة الشعرية والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو البيت الرابع وغيوم نفسي تبدو من ثناياه النجوم الباو حرف استئناف وغيوم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة النفسي هنا مضاف إليه مجهور وعلامة جره الكسرة تبدو فعلا مضارعا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباو للثقل النجوم فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وسقنا للضرورة الشعرية البيت الخامس أعطني النايا وغني فالغنى يمحو المحن أعطني فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والنون للوقاية ولياء ضمر متصل مبني على السكون في محل نصف مفعولا به أول والفاعل ضمر مستتر وجوبا تقديره أنت الناية مفعول به ثاني منصوب على متنصفه الفتحة غني فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل ضمر مستتر وجوبا تقديره أنت الغنى هنا امتدأ مرفوع على مطرفه الضم المقدرة على الليف للتعذر الغناء مبتدأ مرفو وعلى مترافه الضم المقدرة على الهمزة المحذوفة للتخفيف هنا يمحو فعل مضارع مرفو وعلى مترافه الضم المقدرة على الوابل الثقل والفعل ضم المستتر جوازا تقديره هو المحال مفول به منصوب وعلى متنصبه الفتحة والسكنة للضرورات الشعرية وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الزمن أنين مبتدأ مرفو وعلى مترافه الضم الناي مضاف إليه مجرور وعلى ما تجريه الكسر المقدر على الياء للثقل يبقى فعل مضارع مرفو وعلى مترافه الضم المقدر على الاف للتعذر والفعل ضم المستتر جوازا تقديره هو بعد مفعول فيه الظرف زمان المنصوب وعلى متنصبه الفتحة متعلق بالفعل يبقى أن حرف الناصب يفنى فعل مضارع منصوب وعلى متنصبه الفتحة المقدر على الاف للتعذر والمصدر المؤول من أن يفنى في محل جرن بالإضافة الزمن فاعل مرفوع على مطرفه الضم البيت السابع هل تخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور هل حرف استفهام تخذت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمر متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل الغابة مفعول به أول منصوب على مطنصبه الفتحة مثلي حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة علامة قبل ياء المتكلم ولياء ضمر متصل في محل جرن بالإضافة منزلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة دون مفعول فيه الظرفة مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة القصوري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور الفاء هنا حرف عطف تتبعت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمر متصل مبني في محل رفع فاعل السواقي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء للثقل البيت التاسع هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ هل حرف استفهام تحممت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمر متصل مبني في محل رفع الفاعل بعطر جروم جروم متعلقان بالفاعل تحممت وشاربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير هنا شاربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمر متصل مبني على الفتح في محل رفع الفاعل الفجر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة خمرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة هل جلست العصرة مثلي بين جفنات العنب؟ العصرة مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بالفاعل جلسته مثلي هنا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على ما قبله المتكلم ولياء في محل جر بالإضافة بين مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بالفاعل جلسته جفنات مضاف إليه مجرور والعنب مضاف إليه أيضا مجرور وسكنا للضرورة الشعرية والعناقيد تدلت كثريات الذهب العناقيد مبتدأ مرفوعا وترفعه الضمة تدلت فعل ماضي مبني على فتح المقدر على ألف التعذر المحذوفة منعا للاتقاء الساكنين والتاء هنا تاء التأنيف الساكنة لمحل لها من الإعراب كثريات الكاف حرف جر وتشبيه ثريات اسم مجرور وعن تجره الكسرة والجار المجرور متعلقا بالفعل تدلت الذهب هنا مضاف إليه مجرور وعن تجره الكسرة وسكنا للضرورة الشعرية هل فرشت العشبة ليلا وتلحفت الفضاء هل حرف استفهام فرشت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل العشبة مفول به منصوب وعن تنصبه الفتحة ليلا مفول به ظرف الزمان المنصوب وعن تنصبه الفتحة فرشت وتلحفت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الفضاء مفول به منصوبة على تنصبه الفتحة المقدرة على الهمزة المحذوفة للتخفيف زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى زاهدا حال منصوبة وعن تنصبه الفتحة في حرف جر وما اسم موصول مبني في محل جر بحرف الجر وجر مجرم التعليقان بالفعل سيأتي السين حرف استقبال ويأتي فعل مضار مرفوع على مترافه الضمى المقدر على اليألي الثقل والفاعل دم المستر دوازا تقديره هو ناسيا حال منصوبة وعن تنصبه الفتحة ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعولا به لإسم الفاعل ناسيا قد حرف تحقيقا ومضى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدر على الألف التعذر والسكوت الليل بحر موجه في مسمعك السكوت مبتدأ مرفوع الليل مضاف إليه مجرور بحر خبر مرفوع موجه مبتدأ مرفوع عن مترافه الضمى والهاء ضمير متصل مبني في محل الجر بالإضافة وبصدر الليل قلب خافق في مطجعك بصدر جار مجرور متعلقان بخبر مقدم مهذوف الليل هنا مضاف إليه مجرور وقلب ممتدأ مؤخر وخافق صفة مرفوعة وعنى بدر فيها الضمى أعطني الناية وغني وانسى داءا ودواء انسى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة داءا مفعول به منصوب ودواء الواو حرف عطف ودواء اسم معطوف على داء منصوب مثله وعنى بدر نصبه الفتحة والسكن للضرورة الشعرية إنما الناس سطور كتبت لكن بماء إنما كافة ومخفوفة سطور خبر مرفوع كتبت فعل ماض مبني لمجهول مبني على الفتح للتصالي بتاء التأنيث الساكنة لكن حرف استدراك بماء الباء وحرف جر وماء السم مجرور وعلامة جره الكسرة وسكن للضرورة الشعرية إعراب الجمل هبة هنا جملة فعلية في محل الجرن بالإضافة لم تجي جواب الشرط غير جازم لا محل له تبدو النجوم جملة فعلية في محل رفع خبر يمحو في محل رفع خبر يبقى جملة فعلية في محل رفع خبر تدلت في محل رفع خبر قد مضى سلة الموصول الاسمي لا محل لها موجه في مسمعك في محل رفع صفة وكتبت في محل رفع صفة الآن قد انتهينا من إعرابة تلك القصيدة لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته